حاجات جميلة جدا بتحصل لأساس بحمد وحاجات جيدة جدا ولكن في النهاية سؤالي المهم ايه رأيك في اداء مسماني مع الفريق في هذه المباراة مسماني قدم مباراة عظيمة واللي حصل على مدار المباراة بالكامل يقول ان فيه مندير فني اشتغل اقع المباراة فيها بعض الحاجات مسماني خمسة وسبعين دقيقة راكب المباراة بيقدب خطته بيقدب اسلوبه بيقدب طريقته حتى الهدف الخامس وبعد الهدف الخامس بخمس دقائه الاهلي بيقدب شكله متميز مسيطرة على كل حاجة اداء الدفاع المميز جدا بيدفع بساعة العيبة في وسط الملعب في الهجوم تلاقي كسافة وجمية تلاقي رحية في الاداء تلاقي هدوء تلاقي الحمد فتح بيقدب شكله متميز تلاقي السورية بيقدب شكله رائع تلاقي افشا بيقدب شكل هادي ومعلامة وبيباصل بيوزع وباللعب الفرعة الكلام ده مش منفراغ الكلام ده شغل وخطة مدرب ومسيماني اصر وصمم على الاسلوب والتاكتك اللي هو يلعب به شفناه في مطش الاسماعيلي شفناه في مطش البنك الاهلي وشفناه في مطش الزمالي فقدة بهذا الشكل كون ان اخر مثلا ربع المباراة والربع الاخير من المباراة تحصل بعض الظروف تحصل اطابات تحصل تغييرات برضو ما تكونش موفقة المدرب ممكن ما تكونش موفق في تغيير اللعيبة ما تكونش موفقة اللي نزلت عشان تؤدي وتنفس فكرة المدرب كل ده ممكن يؤثر على اللي حصل لكن ده كله مش عادي نسينا ان الاهلي عامل مباراة عظيمة عامل مباراة لن ينساها التاريخ سجل خمس اهداف جميلة وملعوبة سجل ثلاث اهداف في وقت قياسي في تسعة دقايق وفي خمسة وعشرين دقيقة من بداية المباراة ما حصلتش حتى يوم الستة واحد كان الهدف الثلاث في دقايق 29 فالحقيقة الاهلي عامل مباراة كاملة استحواز وسيطرة ولعب وأداء ونتيجة ويمكن كل ده ترجموا الهدف اللي عملوا عمر السلية الريبيونة اللي عملها دي ما حدش يعمل حركة دي غلا ما يكون هادي وواسق ورزين ومتأكد ومتمرن ومتمرس على هذا اللعب الجميل مسيماني لعب خططه ولعب بأداءه الكبير على مدار المباراة جمهور الاهلي يحب الكتير يحب الزيادة وكان ده متاح انك توصل لستة انت في الدياعة خمسة وستين أو الدياعة تمانية وستين انت خمسة واحد وانت توصل ستة وسبعة وتمانية الامور كانت متاحة بالنسبالك كون ان الظروف يعني ما ساعدتكش بعض الشيء فده ما ينسكش الخمسة انت سجلت خمسة في مباراة قمة في مباراة ديربي في مباراة كبيرة جدا علينا ان نرفع القباة احتراما للمدير الفني اللي عمل ده طوال المباراة فيه اخطاء عاد جدا بتحصل اخطاء موجودة يعني لكن احنا طمئين واحنا عايزين اكتر وكان هدفنا ان احنا نوصل لنتيجة عالية جدا يسجلها التاريخ زي ما سجل ستة واحد واعتقد ان خمسة برضو يسجلها التاريخ خالد انا عايز في مباراة